أعلن الجيش الإسرائيلي إسقاط مسيرة مجهولة اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي مضيفا في بيان أنه تم استدعاء مروحيات ومقاتلات حربية في أعقاب رصد قطعة جوية مجهولة تسللت من جهة الأراضي السورية حيث تمت متابعتها وإسقاطها في منطقة مفتوحة ولم تشكل أي تهديد وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أن المسيرة إيرانية الصنعة هذا وأفاد مراسل الحدث بأن إسرائيل رفعت حال التأهب أمنيا وعسكريا على الجبهة الشمالية بشقيها السوري واللبنانية بعد إسقاط مسيرة يعتقد بأنها إيرانية فوق منطقة الحولة شمال طبريا في الجليل وكان الجيش الإسرائيلي جمع حطام المسيرة ليلا وأوضح أنها كانت تحت تعقب دائم من مقاتلتين ومروحية عسكرية يشار إلى أن إسقاط المسيرة جاء بعد وقت قصير على غارات شنتها إسرائيل على مطار الضبعة في حمصة استهدفت مخازن مسيرات إيرانية الصنع معدة لميليشيا حزب الله من الجولان المحتل ينضم إلينا مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي أهلا بك معنا زياد لك أن تطلعنا على آخر التطورات وماذا عن الاستدعاء للطائرات واستدعاء التأهب الأمني الذي قامت به إسرائيل مؤخرا نعم قبل أن أجيب على هذا السؤال دعيني فقط أشير إلى أن إسرائيل اعترضت وأسقطت مسيرة ثانية لكن هذه المرة في أجواء قطاع غزة فوق قطاع غزة عمليا مقاتلة إسرائيلية أطلقت صاروخا وأسقطت مسيرة هناك بالعودة إلى هذه الجبهة الشمالية بدون أدنى شك بأن المراقبين العسكريين يشيرون حاليا إلى أن هناك محاولة لرسم معادلة ردع بين الأطراف كل طرف ينفذ عملا عسكريا ما بدون أن يتبنى بشكل واضح إسرائيل شنت غارات عفوا كما أسلفت في المقدمة طالت مطار التيفور ومطار الضبعة وأساسا سلاح المسيرات الإيراني التابع لهزب الله في سوريا ذلك ردا على عملية مجدو على ما يبدو التي تسلل فيها مقاتل وفجر سيارة في العمق الإسرائيلي قدمة من جنوب لبنان قبل أسابيع وعليه يقرأ إطلاق المسيرة من الأراضي السورية أيضا في إطار رد أو رسالة من الطرف الآخر لإسرائيل بأن هناك ردا سيكون على الاستهداف الذي أدت الغراض طبعا إلى مقتل ضابطين إيرانيين في الأيام الأخيرة وبالتالي كما قلت التقديرات بأن هذه العمليات ستستمر بين الأطراف لكن بدون أن نشك عندما تكون هناك مسيرة تدخل إلى نحو عشرين أو ثلاثين كيلو مترا في العمق الإسرائيلي هذا يعتبر تطور دراماتيكي نوعا ما لهذا رأينا اليوم بأن حال التأهب رفعت تماما في المنطقة الشمالية كان على الحدود مع لبنان أو هنا في جولان المحتل المقاتلات الإسرائيلية بين الحين والآخر نسمعها وأحيانا نراها نعم زياد من أين انطلقت هذه الطائرة المسيرة من الفصائل المسلحة في الداخل غزة أم هي انطلقت من إيران إلى غزة أنت تخصيدين التي اعترضت الثانية لا هي هذه تابعة لقطاع غزة من الفصائل الفلسطينية لديها مسيرات وهذا أمر معروف استخدمتها قبلا وبالتالي هذا لا علاقة له بما نتحدث عنه بالنسبة للجابة السورية واللبنانية نعم طيب زياد كان هناك يعني على ما يبدو الأمور نوعا ما عسكريا مرتبطة مع بعضها البعض في الفترة الأخيرة لأن الاستهدافات الإسرائيلية المؤخرة التي حدثت في حمص أيضا كان هناك إعلان من الحرس الثوري الإيراني بمقتل عنصرين وكان هناك توعد بالرد هل نفهم بأن هذه المناوشات هي إرهاصات قبل أي خطوة إيرانية تجاه إسرائيل هل يدور هذا الحديث في الداخل الإسرائيلي؟ هذه الخشية الأساسية في الفترة الأخيرة بدون أن شك هذا صحيح نحن نتحدث على الأقل على ثلاث غارات أو يعني على ثلاث إغارات أكثر من غارة في كل مرة في خلال أربعة أيام فقط هذا غير مسبوخ تقريبا منذ عقد من الزمن وبالتالي التقديرات في إسرائيل بأنه بسبب مقتل الضابطين وأساسا بسبب استهداف السلاح الأساسي الذي بات يتهدد إسرائيل على الجبهة الشمالية وهو سلاح المسيرات عمليا بأن هناك قد تكون محاولات رد إضافية لهذا هناك حال تأهب إن كان بمسيرات أو بأمور أخرى في المنطقة الحدودية هذا كله يندرج عمليا في إطار الحرب الظلال أو حرب ما بين الحروب كما تسمى في إسرائيل نعم طيب شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاحات مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي أفاد المرصد والسوري لحقوق الإنسان بتحليق مكثف لطائرات المسيرة التابعة للتحالف الدولي في إجواء المناطق المحاذية للميليشيات الإيرانية بريف دير الزور الشمالي وكانت قوات التحالف الدولي قد استقدمت تعزيزات عسكرية جديدة إلى قاعدتها العسكرية في مدينة الشداد بريف الحسك الجنوبي في إطار دعم قواعد التحالف الدولي والاستمرار في تقديم المساعدة لقوات سوريا الديمقراطية تحسبا لأي هجوم محتمل قد تتعرض له قواعد التحالف من قبل إيران والميليشيات الموالية لها هذا وتشهد مدينة الميادين معقل الميليشيات الإيرانية شرق سوريا تشهد استنفارا أمنيا للميليشيات بالتوازي مع استنفارها داخل المربع الأمني ومقرات الوحدة 217 خوفا من استهدافات أمريكية أو إسرائيلية تطالها حسب تأكيد لنشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان ويأتي ذلك عقب توتر وتبادل الاستهداف بين قوات التحالف الدولي والميليشيات الإيرانية في حين تعمد الميليشيات لتمويه مقراتها وإعادة تموضوعها بعد ضربات التحالف الدولية